اهلا بكم مشاهدين الكرام الى برنامج حدث وحديث الذي يأتيكم على قناة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي سنتحدث اليوم عن مبادرة يتم تسويقها على لسان الرئيس عبد المجيد تبون نعرف عنها العنوان البراق لما الشمل نعرف عنها التوقيت ستينية الاستقلال لكن تفاصيلها تغيب عنا لحد الان سنتحدث عن فرص نجاح هذه المبادرة مع ضيوفنا الكرام السيد ناصر حمدادوش مسؤول الاعلام في حركة مجتمع السلم اهلا بك استاذ ناصر اهلا بك استاذ ناصر ومعنا ايضا الاستاذ موني قتال الباحث والدكتور فيال القانون اهلا بك استحية طيبة شكرا الاستاذ شكرا لك ويرافقنا في تنشيط العدد بالزميل حميد ياسين المختص في شأن السياسي بجريدة الخبر اهلا بك حميد شكرا محمد الاستاذافة ومرحبا بالصديقين اهلا بكم جميعا سيد ناصر لو نبدأ معك حول هذه المبادرة التي خرجت في وكالة الانباء الجزائرية التي نشرت اشارات وملامح عنها هل فجأكم طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا على الاستاذافة وعلى تناول هذا الموضوع احنا في تقديرنا ان اولا الحديث على مبادرة سياسية بهذا الحجم بهذا العنوان بهذا المضمون وهو لم الشمل يعني اكيد ان في اعتقادي ان الكثير تفاجأ بعرض هذه المبادرة لانه لا يوجد ما يوحي بها قبل ذلك يعني حتى اعلانها في وكالة الانباء الرسمية هي لحد الان لا تزال مجرد افكار عامة ولا لا تزال مجرد عناوين عامة ولا لا تزال لحد الان مجرد تسمية اللي هي لم الشمل لكن ما هو المقصود بموضوع لم الشمل هل هناك يعني ازمة ماذا فهمتم من هذا المصطلح لم الشمل واليد الممدودة سياسي ناصر اي نعم والداء احنا يعني الاصل ان اي مبادرة عندما تكون هناك مبادرة لابد ان تكون مبادرة شاملة وجدية وحقيقية وملموسة وعندها يعني سواء رؤيتها الواضحة مراحلها آلياتها الاطراف المعنية بها لابد ان يكون لديها مضمون حقيقي بحيث ان يعني حتى ان نستطيع ان نعطي المواقف اتجاهها اما الحديث على مجرد عناوين عامة فيعني قد نظلم هذا الموضوع لاننا لا نعرفه وقد نخطئ في التعليق عليه لاننا لا نعرف مضمونه ولذلك يعني هل المقصود به معارضة ولا شخصيات في الخارج هل هو المقصود به انها تشمل كذلك يعني الداخل من هي الاطراف المعنية بهذه المبادرة هل تم حوار حقيقي حول هذه المبادرة ما هو مضمون هذه المبادرة يعني ما هي شروط نجاح مثل هذه المبادرة هل لقاءات الآن رئيس الجمهورية مع قادة الأحزاب ومع شخصيات سياسية تندرج وكذلك ضمن هذه المبادرة او ما الى ذلك فلذلك يعني نحن نتأسف انه يتم عرض شيء يسمى مبادرة بهذا الشكل بالمناسبة يعني تعودنا على ان الشعب الجزائري والأحزاب السياسية وشخصيات سياسية لديها روح انفتاحية على تقديم التنازل على فتح باب الحوار على تجاوز الإكرهات الواقع واللي ممكن ممارسة تفرضها السلطة السياسية في حد ذاتها ولكن دائما السلطة هي التي لا تملكه مثل هذه المبادئ العامة وشروط انجاح مثل هذه المبادرة سنأتي الى الشروط والى التفاصيل سيد ناصر سيد مونير من خلال الملامح التي عرضت حول هذه المبادرة من خلال قطار الدعم الذي انطلق وبدأ يحشد لهذه المبادرة ماذا فهمت انت من هذه المبادرة ما الذي تريده السلطة في رأيك من وراء هذه المبادرة اعتقد بان هذه المبادرة تعبر عن نوايا صادقة للسلطة السياسية الحقيقية والفاعلة واعتقد من جهة اخرى ربما الدافع الاول والاساسي وفق المشهد السياسي الحالي الجزائر والواقع الاقتصادي والاجتماع والثقافي الذي يعيشه المواطن البسيط بان الدافع الاول لهكذا المبادرات التي تعبر بالفعل عن لم الشمل ولما الشمل يقصد في معنىه سياسي وفي معنىه كذلك حتى القانون ولو انه لا وجود لمفهوم مرن مفهوم واسع ولكن وفق اعتقادي يقصد به طي الخلافات السياسية وليس في مفهوم انحصر على مشاورات وفق الاصلاحات السياسية القوة السياسية لا اخرى وبالتالي البادرة الاساسية والدافع الاساسي هو ان الجزائر او النظام السياسي الجزائري يشهد نجاحا في برنامج المصالح الوطني منذ سنة 2004 وبالتالي فالنظام السياسي الجزائري وفق هكذا المبادرات لدم الشمل وفق اعتقد وفق نشاطاء جزائريين معارضين من اجل طي الخلافات ولكن سيد مونير في رأيك لماذا اعتمد هذا الشكل لماذا اطلق وكأنه بالون اختبار لرصد الانطباعات حول هذه المبادرة دون شيء رسمي ملموس المبادرة يتم تسويقها باسم رئيس الجمهورية وهو لم يتحدث عنها الى الان في رأيك لماذا اعتمدت هذه الطريقة هذه المبادرة لا تزال مجرد مشروع او مسودة وانا كقانون اعتقد بان هكذا المبادرة تتم في شكل مسودة تطرح للنقاش مع مختلف الاطياف السياسية هذه المبادرة هي مبادرة خير تعبر عن نوايا صادقة للسلطة العليا في البلاد السيد الرئيس لا زال لم يعنى عن تفاصيلها هي مجرد افكار وبالتالي حتى ننهي جميع الخلافات والازمات لا تمر بها البلاد فكان لابد من هكذا المبادرة التي تعبر حقيقة عن اصلاحات شاملة وعن اصلاحات لبعض الاشخاص ممكن ربما المصالحة الوطنية او المصالحة المالية بالنسبة للمعارضين النشطة الجزائرين في الداخل الخارج برغض النظر عن انتماءاتهم الاديولوجية وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وبالتالي حتى يفهم فقط مع المواطن البسيط وفق اعتقاد الخاص بان لبن الشمل لا يقصد به مشاورات للوضع السياسي السائد في البلاد انما يقصد في مفهومه حل نهائي لجميع الخلافات وفق الطبقات السياسية وهذه الخلافات بمجموعة من الاشخاص اعتقد بان من الجهة القانونية ان لابد على السلطات العليا لما تعطي الشرعية لهكذا المبادرة لابد ان يتم تتويجها ولابد ان يتم كذلك وعاء قانوني ومسوط وفق الجمعيات وفق الطيب السياسية سأعود معك سبسي مونير لمناقشة هذه الفكرة يعني مهمة قضية طي الخلافات السياسية ولو انه ليست مهمة السلطة طي الخلافات السياسية ولكن ادارة هذه الخلافات بشكل ديمقراطي في البلاد سأعود لمناقشة ذلك معك ولكن سأسأل حميد هنا حميد انت عندك خبرة طويلة في الاعلام في الصحافة السياسية بشكل خاص هل لمست ان هذه المبادرة تشبه مبادرات سابقة في الجزائر للمصالحة مع معارضين او لجعل بعض الناس يتخلون عن افكار متطرفة وما الى ذلك صحيح محمد السلطة اتخذت مبادرات شبيهة في السابق كانت مبادرات سياسية في الأصل ولكن منطلقاتها أمنية نعم وفي النهاية ألبستها لباسا قانونيا في سنة 1995 كان الرئيس السابق اليمين زروال أطلق ما سمي بالرحمة وكانت هذه المبادرة موجهة أساسا للجماعة الإسلامية المسلحة في النهاية صدرت هذه المبادرة في شكل قانون في نفس العام توجهة إلى المسلحين للجياء ولحد الآن لا نعرف كم عدد المسلحين الذين اقتنعوا بهذه المبادرة ووضعوا السلاح بعدها لما جاء رئيس عبد العزيز بوتفليقة رصم المفاوضات التي جرت في سنة 1997 مع الجيش الإسلامي للإنقاذ وأعطى لمبادرة الوئام المدني التي سميت أنا ذاك بالوئام المدني شكل قانوني صدر بقانون مطلع 2000 والشائع أن حوالي 6000 من مسلحي الجيش الإسلامي للإنقاذ الذراع المسلحة الجبائي الإسلامي للإنقاذ غادروا معاقل السلاح بعدها في 2005 جار استفتاح حول ما سمي بالمصالحة الوطنية وكان موجها أساسا إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال وصدر في قانون في مارس 2006 ولا نعرف لحد الآن كم عدد مسلحي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذين وضعوا السلاح إذن في المبادرات الثلاثة السابقة كانت موجهة أساسا للمسلحين كان هناك أزمة أمنية حادة والسلطات في ذلك الوقت اهتدت إلى مبادرات سياسية ولكن بمضمون أمني لإقناع المسلحين للتخلي عن الإرهاب الآن فيه مبادرة يبدو لي أنه في الشكل تشبه المبادرات السابقة ولكن هي موجهة لأي فئة هل هم لجماعة الماك المصنفين ضمن لائحة الإرهاب جماعة رشاد المصنفين ضمن لائحة الإرهاب يبدو لي أنها موجهة لهؤلاء أساسا وأغلبهم مقيمين في الخارج ولكن هناك طرح آخر حسب التفسيرات أنه أيضا هذه المبادرة التي لم يعنى عنها الرئيس لحد الآن هي موجهة أيضا لمعتقلي الرأي السياسيين المنتمينة للحراك والذين يوجدونها بالعشرات في السجن الآن نحن ننتظر أن يعلن الرئيس عن تفاصيل هذه المبادرة إن موجدت وننتظر ربما ستينية الاستقلال لنرى ما هي الفئات المعنية بهذه المبادرة تفسر حميد أنه لحد الآن لا يوجد شيء رسمي وشيء ملموس ماذا يريد الرئيس أو الإعلام في الرئاسة من وراء هذا السيسبانس المتروك يبدو لي أنه كما أشرت من قبل أنه بالون اختبار لقياس رجع الصادة يعني ماذا تقبل هذه الفكرة أنا أتذكر عشية استفتاء المصالحة 29 سبتمبر 2005 كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الراحل كان أطلق في عدة خطابات هذه الفكرة أنه يرغب في المصالحة في النهاية تمكن من إقناع رأس التنظيم المسلح الجماعة السلافية ودعو القتال بالمصالحة وانشق عن تنظيمه عشية المصالحة ووضع السلاح ما كان مؤثرا بالنسبة للتنظيم كاملا يبدو لي أنه فكرة أطلقها أطلقها والمعنيون بها هم رؤوس التنظيم الانفصالي ماك ورشاد لقياس مدى اقتناعهم بهذه الفكرة سيماصر حمدادوش من حيث التوقيت يعني اليوم هل تعتبرون هذه المبادرة جاءت في وقتها أم أنها جاءت متأخرة لأنه لو نرى المشهد السياسي منذ ديسمبر 2019 كانت هناك عدة محطات كانت تستدعي لما الشمل محطة الدستور محطة الانتخابات التشريعية التي قاطعها جزء من المعارضة ألا ترى أنه فيه نوع من التأخر في عرض هذه المبادرة نعم هو يعني تعودنا على أن السلطة دائما تستعمل هذا الأسلوب الاستعلائي والاحتكاري للوضع السياسي في البلاد بمعنى لا تلجأوا إلى الحوار والتشاور ومثل هذه المبادرات إلا عندما تكون هي في حد ذاتها في أزمة حقيقية لكن لكن عندما تتجاوزها هي في حالة استغناء عن الكل بما فيها الأحزاب المعتمدة والمعترب بها والممثلة والمنخرطة في التغيير عن طريق الانتخابات والمؤسسات الرسمية للدولة أن السلطة أن السلطة يموجودة في أزمة سناصر لا يبدو ذلك يعني في المشهد لا أنا في تقديري أنا في تقديري لا تزال هناك أزمة سياسية حقيقية في البلاد يعني بالرغم من بالرغم من هذا اللقاء مع هذا القدر التاريخي مع الحراك الشعبي الذي تم الالتفاف على مطالبه السياسية والأساسية الانتخابات الرئاسية في 2019 لم تكن لتعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الجزائر سوى من حيث نسبة المشاركة فيها ولا نسبة الأصوات المحصلة عليها من طرف الرئيس الاستفتاء على الدستور نسبة المشاركة في الدستور والمصوتين بنعم يعبر على أزمة سياسية في الشرعية السياسية في حديداتها وقص على ذلك المواعد الانتخابية وهي كلها لا تزال تعبر على أنه لا تزال هناك أزمة سياسية في البلد وهي أم الأزمات في البلد بالمناسبة كالإشكال سي ناصر أنه يعني اليوم نحن في نهاية الإصلاحة سياسية انتهى كل شيء يعني كل القوانين تم تعديلها تقريبا البرلمان أصبح منتخبا يعني في عهدة الرئيس تبون يعني كل شيء تم هو المشكلة أن السلطة لا تزال وفية لتقاليد سابقة وهي أنها تهتم بالأشكال أكثر مما تهتم بالمضمون مثل المشاورات على الدستور ولا المشاورات على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية هي تهتم بذلك الدكور الإعلامي بذلك الشكل في اللقاءات والمشاورات والاستقبالات والأرقام تعدد الأحزاب أو الجمعيات أو الشخصيات لكن هل هو تشاور حقيقي هل هو حوار حقيقي هل هناك توافق حقيقي على الرؤية السياسية ولا الاقتصادية أنتم عندكم تجربة مع الرئيس تبون في الأشهر الماضية كان دعية لمشاورات سيد عبدالله عبدالرزاق مقرئيس الحزب هل لمستم في مشاوراتي أنه فيها رغبة في أنه في الذهاب إلى التهديئة وفيها أنه يعني الأخذ حقيقة برأي الشركاء السياسيين هل لمستم هذا الأمر نرى من خلال هذه التجربة حتى ولكنت هناك نية أو إرادة لكن للأسف الفعل في الميدان لا يعبر على أن هناك شراكة سياسية حقيقية أو توافق وطني حقيقي أو مشاورات فعلية والدليل على أن المشاورات التي تمت على الدستور الدستور فرض بالأمر الواقع وبنظر أحد فوقية لم يؤخذ بالمشاورات نهائية إلا المشاورات عبر اللقاءات ولا بالإطراء المكتوب الذي سلمته الأحزاب والشخصيات وغيرها لم يؤخذ بتاتا بكل تلك المقترحات ولذلك يعني السلطة عندما تجد نفسها في مأزق أنا في تقديري أن هناك مأزق حقيقي للسلطة ابتداء كما قلت من أزمة الشرعية السياسية أو الأزمة السياسية التي نعيشها إلى الأزمة الآن تحديات الأمنية الإقليمية والدولية الضاغطة بحيط أن الجزائر وجدت نفسها في دائرة الاستقطاب الدولي الحاد على خلفية الأزمة يعني الحرب الروسية الأوكرانية التي هي بالمناسبة هي حرب عالمية بالوكالة وليس مجرد حرب بين روسيا وأوكرانيا والجزائر تحت أولا لحاجة العالم للثروات الطبيعة على رأسها إمدادات الطاقة ولأهمية الجزائر سواء في إفريقيا وشمال إفريقيا وفي العالم العربي والمجموعة العربية وغيرها فهناك استقطاب حدي بين أن الجزائر هل هي مع روسيا حقيقة وهل العلاقة هي مجرد علاقة عسكرية تاريخية أو معها موقف سياسي واقتصادي والغرب يضغط على الجزائر أنها تنفصل على هذه العلاقة وعلى هذا الموقف ليعتبر بالنسبة للغرب مؤيد لروسيا يعني الامتناع في التصويت ولا التصويت لصالح روسيا هو بالنسبة إليهم ليس مجرد حياد ولا موقف متوازن فلذلك هناك ضغوط خارجية وهناك تهديدات فعلية أنا في تقديري أننا على خطر حدودي الآن مع وجود محتل صهيوني على حدودنا الغربية في المغرب هناك اتفاقيات أمنية وعسكرية وليس تطبيع بالمناسبة وتجاوز الموضوع تجاوز التطبيع إلى الوجود إلى الوجود الحقيقي العسكري والأمني للكيان الصهيوني على حدودنا الغربية فهذه تحديات الأمنية الإقليمية والدولية تشكل حالة ضغط كبيرة جدا على النظام السياسي هشاشة الجبهة الداخلية هشاشة الوضع الاقتصادي هشاشة الوضع الاجتماعي الغلاء الفاحش في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن وهذا الملف الملغم الذي لم يحسم فيه لملف التحويلات الاجتماعية وغيره كل هذه تعتبر مؤشرات ضغطة على النظام السياسي هو بحاجة إلى حوار حقيق نعم سنأتي إلى النقطة الوضع الاجتماعي لأنها مهمة جدا سي ناصر سيمونير هل في رأي كما يقول سي ناصر أن السلطة اليوم هي في مأزق وهي في أزمة وأن هذا ما دفعها لإطلاق هذه المبادرة مبادرة لمشمل أنا لو كان يسمح لمونير كي نقطة حساسة متعلقة بالموضوع هذا لمشمل مع الخارج ألا تعتقدون بأن هؤلاء النشطاء في الخارج اليوتيوبور هذو اللي أصبحوا يشدون انتباه الرأي العام ونسبة متابعاتهم ومشاهداتهم ليس من طرف المواطنين المستطع الرأي العام فقط بل حتى داخل مؤسسات الدولة ونسبة مشاهداتهم تتجاوز الإعلام التقليدي للسلطة لأنها كذلك في مأزق إعلامي واتصالي ألا تعرى بأن حجم التسريبات سواء للمعلومات ولا للوثائق الرسمية التي تمس مؤسسات سيادية للدولة لها الجيش وتمس الرئاسة وتمس شخصيات لا تزال في الخدمة داخل مؤسسات الدولة ألا يوجد هناك مشكلة داخلية داخل النظام السياسي أن جناح ما أطراف ما هي التي تسرب مثل هذه المعلومات والمعطيات وما إلى ذلك حتى تشكل الآن ضغط وأصبحت أسرار الدولة إن صح التعبير أسرار الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي هكذا مستباحة من طرف هؤلاء لا يشكل تهديد حتى على استقرار مؤسسات الدولة ومستقبل وصورة الدولة صحيح هذا الموضوع مطروح بحدة نعم وفي أزمة تدفعها للم الشامل وللحوار مع مختلف المكونات السياسية أم أنها رغبة يعني خارج سياق الأزمة وكل شيء هي رغبة في أن تتاخذ عهدت الرئيس تبون مصارا جديدا في رأينا لا بطبيعة الحال أن المشهد السياسي الجزائي يشهد أزمة خانقة وحادة سياسية وهذه المبادرة التي هي في شكل اقتراح وفي شكل مسودة وفي نهاية المطاف ستقبل النقاش أعتقد أنا يعني بدوري وكقانوني أعتقد بأن هذه المبادرة وضعت وأنشئت من أجل إنهاء الأزمة السياسية والمشاكل التي تعيشها في البلاد سواء في جميع المجالات المجهد السياسي لا يمعالم الأزمة السياسية الموجودة سيمون معالم الأزمة السياسية هناك العديد من الصراعات السياسية سواء في الدخل أو الخارج اليوم هذه المصالحة يجب على المواطن والمشاهد أن يفهم معي أو معنا بالنسبة للمشام لا يقصد فيما يضمونه المصالحة الوطنية مع نشاطاء معارضين جزائريين حتى ربما أصل المصالحة المالية للذين يقبعون الآن في السجن مثلا لأن المصالحة المالية كانت فكرة مطروحة قبل هذه المبادرة وأعتقد أن الآن الذين يقبعون في السجون أو العصابة الحاكمة والذي المطالب الحركة الشعب المبارك انتفض بقوة وما تمخذ عن الجبهة الاجتماعية الآن الذين يقبعون الآن في السجن ربما هذه المبادرة ستفتح المجال للمصالحة المالية وربما ستفتح المجال لإسترجاع الأموال المنهوبة وربما ستفتح المجال لأطر أخرى انتم هذا الأمر سيكون على حساب مصداقية جهاز القضاء أو ما بقي من المصداقية لأن هذه القضايا ما زالت ضمن المصال القانوني والقضائي وإذا تدخلت السلطة السياسية أو تخفيف الأحكام التي صدرت بحقهم يبدو لي أنه ستكون ضربة قاضية بالنسبة للقضاء لأن هذا الأمر ما زال مطروحا قضائيا هل تتصور أن السلطة السياسية أو الجهاز التنفيذي ممكن أن ينخرط في هذا المنحة أنه يضغط على القضاء ويستصدر منه تخفيف أحكام أو أحكام أخرى مغايرة بالإفراج عنهم في حالة ما إذا تم تسوية هذا الأمر معهم أو ما يسمى باسترجاع أموال العصر لكن مهم الشعب الجزائري الآن هو استرجاع الأموال لمنهوبة ولإسترجاع الأموال لمنهوبة لا بد من وعاء هذا إن وجدت فعلا في الخارج لا بد من وعاء قانوني هذه المبادرة أعتقد أنه يجب على السلطة الحاكمة في البلاد الآن أن تدعو إلى حوار حقيقي شامل ويستجيب لموطة طلعات الشعب الجزائري وهذا الحوار لا يقتصر فقط على مجموعة مجموعة من الأشخاص تفتحها مع كل جبهات خبراء إعلاميين سياسيين مجتمع مدني أحزاب سياسي لا غير ذلك لأننا يجب أن نصل إلى حوار حقيقي لم الشمل لم الشمل ما المقصود بلم الشمل لا بد من هذه المسودة وهذه الفكرة أن تكون في شكل قانوني وهذا الشكل القانوني يستجيب إلى استفتاء ربما المجال الآن أو النقطة الأساسية هي إلى استفتاء حتى نصل إلى خارط طريق وحتى نسوي الخلافات سواء مع نشاطة جزائرين معارضين في الداخل أو في الخارج وربما أميل كذلك كما قال السيد سيد ناصر منذ قانوني ماذا يسموني أنت تعتقد أن هذه المبادرة ستصل إلى مرحلة الاستفتاء في رأيك أكيد يجب أعتقد أن هذه المبادرة حتى يكون لها صبغة شرعية وحتى يكون لها ثوابت بالنسبة للوحدة الوطنية أو الوحدة الأمنية أو التهديدات خاصة أن الجزائر استفتاء حول مشروع مبادرة لم الشمل سيما محمد لم الشمل يطرح في حالة وجود شاتات أنا مكش في كندي ميش مطروحة كاين سلطة سمحني تشبه الفكرة اللي قالها بداية عهدت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما يعني كانت الانتخابات الرئاسية فيها إشكالات وانساحة بس مرشحين ذهب إلى استفتاء ويقام المدني الذي أعطاه شرعية جديدة كان إرهاب مطروح كان إرهاب مدمر مطروح كانوا جزائريين في الجبال وكانوا إرهاب من نوع آخر هي تسمي اليوم حركات حركات إرهابية مثل مارك ورشاد فألا ترى أنه فكرة الاستفتاء ربما قد تطرح الفرق بين السابق والحالي أنه فيه اتهامات بالإرهاب ولكن لزكت تيروريس لم يكن أفعال إرهابية في 1995 1999 و2006 كانت أعمال إرهابية على الأرض الآن مفيش أعمال إرهابية ولكن بالنسبة للسلطة هناك تشويش كبير وهناك يعني كما قال لك سي ناصر حملات إعلامية أصبحت مضرة بالنسبة لها فيه تشويش وفيه ضغط تسريبات كما قال سي ناصر ولكن إرهاب بمفهوم إرهاب كما كان في السابق غير موجود حاليا إذن يبدو لي أنه هذا الورقة مسحوبة من السلطة أنه يعني تختبئ وراء أزمة أمنية مفترضة في محاولة لإقناع الجزائريين بأنه هناك شتات أو هناك عناصر مغرر بهم ينبغي احتوائهم عن طريق هذه المبادرة المفترضة سي ناصر يعني ما ذكره أستاذ مونير أيضا مهم بقضية أنه هل ممكن أن تشمل هذه المعارضة المبادرة أفوال الناس الموجودين في السجن يعني في إطار مصالحة مالية كما يقول وهل وهل يمكن أن نذهب فعلا إلى استفتاء حول هذه المبادرة شوف أنا في تقديري بأن عنوان لمشمل عنوان كبير جدا فضفاض جدا ولذلك نحن الآن نسبح في هذا الفضاء الغير متحكم فيه حول مضمون هذه المبادرة لأننا لا نملكها وبالمناسبة ما هذه هو تكرار لنفس الممارسات التقليدية السابقة للنظام السياسي أنه يعتمد مثل هذا الغموض وأنه عندما يطرح مثل هذه المبادرات لا يطرحها بشكل واضح وصريح من هي الأطراف المعنية بهذه المبادرة ما هو مضمون هذه المبادرة هل تم حوار ولا تفاوض مع الأطراف المعنية بهذه المبادرة هل مقصود به المعارضة في الخارج فقط أم أنها تشمل عناصر في الداخل وغيرها هل وارد أنه يطرحها عند رزاق مقري في لقائه مع تبون الغريب أخويا حميد يعني هو مدعو إلى مشاورات هل أنتم في المكتب اتفقتم على أن هذه العناصر تريد حمس أن تستوضعها من الرئيس الشخصي شوف أخويا حميد أحنا لحد الآن لم نناقش هذا الشيء الذي يسمى مبادرة لأنه لم يسأل أصل الحزب السياسي يحترم نفسه ويحترم حتى الأشكال صح أو لا لما تكون مطروحة المبادرة مطروحة للنقاش للحوار لإبداء الرأي بحيث تكون واضحة ومكتوبة ومعلومة لدينا يمكن مناقشتها وإبداء الموقف منها لكن الواضح من خلال لقاءات مع رؤساء الأحزاب أو شخصيات السياسية في الأيام الماضية أن هذا الموضوع ليس مطروح أصلا في لقاءات الرئيس صحيح كنت حدثتنا مع رئيس يعني الآن هذه اللقاءات تتحدث على الوضع الدولي على الوضع الإقليمي على الوضع الأمني على الوضع الاقتصادي على الموضوع الاجتماعي على الأسعار على الأمن القومي على التهديدات الخارجية ما إلى ذلك هذه الملفات المطروحة الآن هذا يوحي أن السلطة التنفيذية لا ترى أن هناك أزمة سياسية تستدعي أن نجتمح حولها ونحاول حلها كأن السلطة مشات في مصار انتخابي ومؤسساتي بالنسبة لها الأمر محسوم فيه معارضة تنتظر الانتخابات المقبلة وإذا أقنأ قناعة الجزائريين ولذلك أخويا محمد ولذلك أنا قلت أن هذا العنوان كبير وأنا في تقديري مخيف لأنه لديه روابط أمنية وروابط تاريخية وروابط سابقة توحي وكأنه بعد كل هذه العقود التي مرت بها الجزائر من قانون الرحمة إلى الاستفتاء على ميثاق السلطة المصالحة الوطنية إلى عقدين من الزمن وأكثر لحد الآن لا زلنا نتحدث على تلك المضامين الأمنية أنا في تقديري في تقديري لا يحتاج هذا التهويل الكثير وبهذا العنوان المرعب يحتاج فقط الجزائريون بحاجة إلى سيادة القانون يحتاجوا إلى محاكمات عادلة يحتاجوا إلى قضاء مستقل يحتاجوا إلى رقابة شعبية يحتاجوا إلى رقابة قضائية يحتاجوا إلى رقابة شريعية يحتاجوا إلى شفافية يحتاجوا إلى عدالة اجتماعية يحتاجوا إلى تحقيق تنمية يحتاجوا إلى ديمقراطية فعلية يحتاجوا إلى حريات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور هذه في حد ذاتها تكفي لتحقيق ما يمكن المصالحة مع الدات ويمكن أنه حق أنت لما تخرج هذه العنوين في وكالة الأنباء الرسمية ولحد الآن الرئيس لم يتكلم ولم يطرح حتى مع رؤساء الأحزاب في اللقاءات ويتحدث إلا الذين لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء أو الذين لم يديروا ظهورهم للوطن يعني كما يقولوا يعني راها وكأنها خطوط حمراء أو شروط لا توحي بأنها سيكون هناك لمشمل حقيقي مع المعارضين المزعجين اللي تعتبرهم السلطة متطرفين وخارج القانون ويمسلوا بالاستقرار وبالوحدة الوطنية وبالمصلحة الوطنية وإفشاء أسرار الدولة وغيرها غير معنيهم بهذه لأنه يقول لك هذا تجاوزوا الخطوط الحمراء هذا أداروا ظهورهم للوطن صح أو لا لا إذن مع من يكون لما الشم مع من؟ مع شخصيات تاريخية اللي بنتع الفيس وما زالت في الخارج لحد الآن لا أحد يقول بأنه تم الاتصال به وأنني وافقت وأن أعرف ومضمون هذا الموضوع أو أن هناك من تحاور معي في هذا الموضوع ولذلك أرمي مبادرة بهذا العنوان الآن بهذا الشكل أنا في تقدير يعني هو تهويل سياسي ويزيده في الغموض اللي هو كما قلت يكرس نفس أساليب السلطة لا سيلاسر سأسأل سيمونير في هذه النقطة يعني قضية الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها عنوين المبادرة الرئاسية ماذا فهمت من ذلك؟ من هم الأشخاص الذين في رأيك تجاوزوا خطوط الحمراء والذين لا يمكن التصالح معهم؟ هل هم أشخاص موجودون في الداخل الناس الذين رفضوا الإنخيرات في المصر الانتخابي منذ ديسومر 2019؟ أم هم الناس في الخارج الذين أيضا يرفضون النظام ويطالبون بالتغيير الجذري والشامل وهم متهمون بقضايا الإرهاب بالنسبة للسلطة؟ في رأيك من هم المستثنون؟ أنا أعتقد بأنه لكل قاعدة عام استثناء أنا أعتقد في هذه المبادرة التي لا تزال مشروعها والتي لا تزال فكرة وهذه الفكرة تقبل النقاش وتتطور إلى وعاء قانوني يقبل الاستثناء فيما بعد ويقبل الأطر القانونية السليمة حتى يكون لديها طابع وصبغة شرعية وصبغة سياسية وتلتزم بالواقع الجزائر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتلتزم وتتمشى مع التزامات الجزائر الدولية وبالتالي أنا أعتقد وأتحمل مسؤولية كلامي من هذا المنبر بأن هذه المبادرة يقصد فيها الأشخاص المتواجدين في السجن العصابة الحاكمة من أجل المصالحة المالية واسترجوة أقصد بها النشاطة الجزائر المزعجين المعارضين في الخارج لأن هذه المبادرة ربما تنقسم إلى الشقين الشق الأول وهي استرجاع الأموال المنهوبة وهذا ما طلبه الحراك الشعبي المبارك في 2019 الحراك المقدس وبالتالي الحراك الشعبي قد طالب باسترجاع لهذه العصابة الحاكمة الآن العصابة الحاكمة يقبعون في السجن ما الفائدة وما الهدف السياسي أو الهدف القضائي من أن فلان يقبع في السجن فلابد الآن الشعب الجزائري ينتظر استرجاع الأموال المنهوبة وأستطيع القول بأن هذه المبادرة هي نوايا صادقة لاستقطاب الشرعية ولتجديد المؤسسات للدولة ولإستكمال الجمهورية الجزائية الجديدة أعتقد أن هذه ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة للرئيس أن يطلق صراح أو يتدخل في عام القضاء ويطلق صراح الناس الموجودين في السجن هذا سيضر بشعبيته هذا مطلب شعبي هذا مطلب الحراك الشعبي الجزائري قد نادى وقد تعالت أصوات الجزائريات والجزائريين بإسترجاع الأموال المنهوبة يعني ليس هناك مسبل إسترجاع الأموال المنهوبة إلا بإطلاق صراحة حتى أن الإعلام الجزائري وحتى أن الإعلام الدولي قد خاضل كثير فيما يتعلق ملف الإسترجاع الأموال المنهوبة لأن إسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج ولحد الساعة الآن لا يوجد هناك مؤشرات لهذه الأموال منه بأين بالضبط ما قرها لكن هناك إجراءات جديدة وإجراءات كذلك قضائية دولية تتم في هذا المجال اليوم السلطة السياسية قد خاضت في هذا المجال لاسترجاع بعض الأشخاص الذين نهبوا أموال عاددة اليوم أعتقد بأن هذه المبادرة ستنجح أنا أعتقد بأن هذه المبادرة هي فكرة وقبل نقاش وسيتم ترصيمها في الأيام القادمة أعتقد هذا الرأي الشخصي وستنجح لأن النظام السياسي الجزائري قد خاض هكذا التجارب المصلحة الوطنية وقد نجح النظام السياسي الجزائري والآن فقط لابد من وعاء قانوني حتى نرسم وهذا الوعاء القانوني لابد أن يتجاوز العديد من النقاط والمؤشرات نبدأها بالوحدة الوطنية نبدأها بالوحدة الأمنية ونبدأها كذلك حتى في الموقع الاستراتيجي للدولة الجزائرية التي الآن أصبحت دول الجوار تتكالب بقوة على الموقع الاستراتيجي وكذلك بالنسبة للتهديدات الأمنية التي تأتي من الخارج كيف تتصور أستاذ من كل معاقب قانون لم يشمل مثلا ويتوجه لوجهاء النظام سيكون عمل غير مسبوك هذه المبادرة هي في شكل مبادرة خير حتى أنه ربي في القراءة الكريمة يقول لك والصلح خير والصلح يختلف على المصالحة لأن المصالحة لديها مفهوم قانوني مفهوم قضائي وبالتالي هذه المبادرة تكون في شكل قانون يصدر عن السيد الرئيس أو ربما قانون يصدر عن السلطة الشريعية وبالتالي هذا القانون فيه الكثير من الزوايا فيه تحديد الأشخاص الذين يتم تصفيق الخلافات معهم فيه كذلك تحديد الإجراءات القانونية المعمول بها وفيه كذلك القبول من طرف الشعب الجزائري هل هذه المبادرات تنال رضاء الشعب الجزائري أو لا تنال رضاء الشعب الجزائري قانوني سألك هنا هل ترى أنه فعلا ستكون هناك مصالحة عملية مع الأشخاص الموجودين في السيد شفنا أن الرئيس تحدث عن هذا الموضوع وقال أنه لا مجال لمغادرة هؤلاء السجن وأن القضاء سيعمل عمله ما الذي يجعل الرئيس يغير من رأيه حتى أن الوزير الأول لما طرح المشروع الحكومة يعني المشروع تلك الحكومة في البرلمان طار الضجة حول قضية المصالحة المالية وعاد وفصل أنه لا تقصد بها الأشخاص ولكن تقصد بها المؤسسات إنقاذ المؤسسات شخصيا أستبعد أن الرئيس سيروح في هذا المنحة سيتنكر لكل مواقفه وخطابه واسيسياسته منذ وصوله إلى الحكم قبل عامين ونصف حتى في آخر صريحاته كان يدين العصابة مثلا هو يقول باللي أنا نعين في الحكومة إلى الأشخاص اللي عندهم مش أثر مع العصابة السابقة وبان الشرعية وعلى هذه هي انتخابات الشريعية على تغييره في 2017 يعني جزء من شرعية الرئيس مبنية على قضية حاربة العصابة حتى بعدها محمد حتى بعدها محمد تم إقصى كل مترشحين انتخابات الشريعية ولاحقا انتخابات البلدية لفيهم رائحة الشبعة أو التعامل مع رجال الأعمال أو سياسيين الذين تبعوا القضاء بتهمة الفسد أعتقد أن الرئيس سيرتكب خطيئة سياسية كبيرة لو أطلق إجراءات باتجاه القضاء للتخفيف من الأحكام التي صدرت بحق وجهها النظام أو في فترة حكم الرئيس بو بوتفليقة أنا اعتقادي أن الأمر هذا إن صح فعلا أنه مبادرة حقيقية لأنه نحن الآن فقط مجرد فكرة أطلقتها وكالة الأنباء الجزائرية ما عندهاش ملاها كما نقوله بالدارجة ما بينش ملاها شكون إلا كان ملاها رح يكون أكيد أنه رأس السلطة السياسية أعتقد أنه رح يتوجه أساسا وأنا أوافق الأستاذ حمددوش إلى النشطاء المزعجين وكي نكونوا دقيقين رشاد وعناصر من الماك اللي تم تحديد لائحة وصادرت بمرصوم سحبة ولكن كان فيه مسعى أنه مجموعة ظهرت أسمائهم وصفوا بالإرهاب أتصور أنه المسعى موجه إلى هؤلاء بدلل أنه فيه عناصر من الجبهة الإسلامية الإنقاذ سابقا دخلوا ونشروا فيديوهات يقولون فيها نحن كنا متابعين ودخلنا بدون أن يحدث أي مشكلة أتصور الأمر موجه أساسي لها أولا ولكن اعتقادي إلى كان الرئيس حب يعطي مصداقية لهذا المسعى ويكون لم الشم الحقيقي ينبغي عليه أن يأمر بالإفراج عن مساجين الحراك أو من تأمين الحراك نعم سي ناصر هناك نقطة مهمة جدا ألا ترى أن غياب دور المعارضة أو انسحاب المعارضة من المشهد تركها الساحة لصالح السلطة تعمل فيها ما تشاء المبادرة السياسية اليوم تملكها السلطة كل ما يحرك المشهد السياسي يأتي من السلطة المعارضة في وقت الرئيس السابق اتحدت كان عندها خطاب واحد كانت في مظافران واحد ومظافران اثنين تهز أركان السلطة اليوم هناك انسحاب تام يعني غياب تام حالة من المواد السياسي شيء لا نفهمه سي ناصر حاليا بالنسبة لكم كمعارضة ما الذي يحدث؟ هو نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية للواقع السياسي الذي تتحمله السلطة السياسية الحالية السلطة السياسية الحالية الآن الآن هناك أزمة حريات حقوق إنسان في الجزائر هناك تراجع رهيب وكبير جدا في مجال الحريات وحقوق الإنسان في مجال حرية الرأي والتعبير الناس ستعتقل لمجرد تعبير عن مواقفها السياسية شخصيات سياسية رؤساء أحزاب سياسية نشطاء سياسيين نشطاء يعتبرون من أيقونات ورموز الحراك المبارك إن صح التعبير يسجنون ويعتقلون على أساس الرأي هناك مساس بحرية الإعلام حرية الرأي والتعبير وحرية الممارسة الإعلامية الآن هناك تصحر إعلامي في الجزائر لا توجد هناك سلطة إعلامية رقابية للنظام السياسي سواء كان حتى الإعلام الخاص سواء التقليدي كقنوات فضائية أو جرائد أو حتى مواقع إلكترونية أو غيرها وكذلك مساس بالحرية السياسية الآن هناك عشرات من الأحزاب السياسية تنتظروا الاعتماد وكثير من النشطاء الذين أفرزهم الحراك الشعبي أرادوا أن يتأثروا تأثير قانوني وسياسي بتأسيس أحزاب ولا تأسيس جمعيات لم يعطى لها الاعتماد هناك تضييق للممارسة الحزبية بالعكس هناك توجه فوقي للسلطة السياسية الحالية لتجاوز الأحزاب السياسية والذهاب إلى مرحلة ما بعد الأحزاب السياسية ورأينا كيف يتم التعامل التفضيلي والتمييزي لصالح الأحرار ولصالح المستقلية لصالح المجتمع المدني وحتى داخل المجتمع المدني يتم الحديث على الولاء سي ناصر كيف تفسر هذا التناقض يعني من جهة نرى أن الرئيس الحالي يستقبل الأحزاب يستقبل منظمات مجتمع مدني بيت الرئاسة مفتوح يعني للجميع إن صح التعبير وبين الممارسات في الواقع التي تقولون أنها انتكست عن ما كان في السابق يعني هذا التناقض لا نفهمه شوف يعني المسألة ليست مرتبطة بشخص الرئيس فقط هي منظومة حكم بأكملها يعني ابتداء من التاركة المسمومة للعقود السابقة أزمة الحكم في الجزائر ليست أزمة وليدة العصابة السابقة فقط يعني العصابة السابقة هي النسخة المشوهة لفساد منظومة الحكم من الاستقلال إلى الآن يعني الجزائر في الدولة الوطنية الحديثة المستقلة لم يتم تركيب هذه الدولة على أسس ديمقراطية صحيحة ابتداء من الانقلاب على الحكومة المؤقتة وحسم الصرع على السلطة في 62 بالسلاح والانقلاب تاخل 65 وما إلى ذلك وإلى الآن فلذلك يعني المسألة أي منظومة بأكملها الآن الذي يتحكم ليس هو الرجل السياسي وإنما هو الرجل الإداري الدولة تسيير إداري بيروقراطي أكثر ما تسيير تسيير سياسي في كل مراحل الجزائر كان هناك تضييق حقوقي وتضييق على الأحزاب ولكن الأحزاب السياسية المعارضة لما أرادت أن تتحد وكلها خطاب واضح في قضية الانتقال الديمقراطي في 2014 و2016 وما إلى ذلك كان لها ذلك واستطاعت أن تتوحد وتحرش بوثيقة اليوم هناك تشتت يعني ينبغي أن المعارضة تعمل شيء من النقد الذاتي هناك تشتت هناك صراع بين المعارضة وهناك حالة تنافر بين الناس الذين رفضوا المصر الانتخابي الناس الذين مضوا في المصر الانتخابي هناك استقطاب إيديولوجي ظهر بشكل فضيع في الفترة الأخيرة يعني هل أنتم تراجعون أنفسكم في هذا الجانب نعم نحن نعترف كذلك بأن المسئولية ليست مسئولية السلطة السياسية في الجزائر فقط بل هي مسئولية كل مكونات الحياة السياسية في الجزائر سواء كان إعلام ولا كان أحزاب ولا كان مجتمع مدني ولا كانت مؤسسات رسمية ولا كانت شخصيات سياسية فعلا الأحزاب السياسية الآن إذا لم يتم الذهاب إلى تطوير وتجديد هذه الطبقة السياسية فإنها سندهب إلى مرحلة مبعد الأحزاب حقيقة بمعنى جزء من المسئولية نتحملها نحن كأحزاب سياسية كذلك يعني ابتداء من الاستقطاب الحاد الذي وقع داخل الحرك الحرك كان فرصة تاريخية كان لقاء مع قدر تاريخي التغيير الفعلي ولكن السلطة الفعلية التي كانت مشرفة على تلك المرحلة الانتقالية فعلا استطاعت أن تلعب على ذلك الاستقطاب الإيديولوجي وذلك الصراع الحاد الذي فجر الحرك وفوت الفرصة على البلاد تتحمل الأحزاب السياسية جزء من المسئولية لأن هذه الأحزاب السياسية سواء من حيث الأفكار من حيث البرامج من حيث الخيارات من حيث المواقف من حيث الإطارات السياسية والحزبية من حيث الأداء السياسي من حيث النامط التقليدي التنظيمي لهذه الأحزاب لا تزال تقليدية يعني لا توجد حتى ديمقراطية فعلية داخل الأحزاب لا يوجد تداول ديمقراطي على قيادة هذه الأحزاب لا يوجد تخطيط استشرح مستقبلي لهذه الأحزاب كثير من الأحزاب تحولت إلى دكاكين إلى أجهزة إلى أدوات سواء بيد السلطة أو بيد جهات أخرى نحن في حركة مجتمع السلم الآن نجد أنفسنا في حرج حقيقي في حرج حقيقي في التعامل السياسي الحزبي مع الأحزاب مع من نتعامل مع هذه الأحزاب السياسية سيمونير طرح سيناصر حمددوش قضية مهمة قضية أن السلطة تحاول الذهاب إلى ما وراء الأحزاب نحن نعرف أنه لا يمكن أن تقوم بيمقراطية إلا عن طريق أحزاب هل في رأيك مع ما يقوله السيد جوجيل والرجل الثاني في الدولة حول ضرورة الدعم الرئيس تبون والسير وراء مبادرة لم الشمل وما إلى ذلك نتاجه إلى نوع من الشمولية أو نوع من العودة إلى الحزب الواحد وإلى التفكير الواحد في رأيك أنا أعتقد بأنه ليست فقط من يصنع القارار السياسي الجزائري تتمثل فقط وإنحصف الأحزاب السياسية بل مسؤولية الجميع من أحزاب سياسية ومن أكاديمية المجتمع المدني حتى أن الأحزاب السياسية ليست كل الأحزاب السياسية مهيكلة وليست كل الأحزاب السياسية لديها تعبئة شعبية أو تعبئة جماهيرية للطبقة السياسية وبالتالي أعتقد أن هذه المسئولية ليست فقط للمبادرة أو ما إلى ذلك كل من يصنع القرار سواء بيد السلطة الحاكمة أو مسئولية الجامعة أن تحمل المسئولية لأن الجزائر جزائر كبيرة بشعبها و بجيشها إلى غير ذلك في نقطة أنه لماذا السلطة أصبحت تضيق بالخطاب المعارض؟ لماذا يعني يصور لنا على أنه كل ما هو في مصلحة الوطن ينبغي أن يكون في السير وراء السلطة وليس في إدارة الاختلاف السياسي ورحمة في البلاد؟ لماذا هذا التوجه في رأيك؟ أنا أعتقد بأن هذا التوجه لديه العديد من التفسيرات ولديه العديد من المؤشرات بأن الأحزاب السياسية في بعض الأحيان خاصة المعارضة تحاول أن تضغط على السلطة ليس فقط من أجل مصالح شخصية بل من أجل فهم فلسفة هذا الحزب السياسي بحدث الأحزاب السياسية على غيرار حمس على غيرار البناء الوطني على غيرار كذلك الأرندي لغير ذلك قد قدمت العديد من المشاريع والعديد كذلك من الأفكار إلى السلطة الحاكمة هناك جانب من الأفكار قد نفذت وقد تنفذ وهناك الجانب للأفكار الآن الأحزاب السياسية قد تنادي بغلاء الأسعار تنادي بالاختناق السياسي وأنا أميل في هذا الطرح مع هذه الأحزاب السياسية التي حقيقة تنوه في مضامينها وتنوه في خطاباتها عن وجود أزمة سياسية خانقة وحدة تمر بها بدء وبالتالي كان للدافع لهذه المبادرة أن تقضي على هذه المشاكل سواء في الجبهة الداخلية أو حتى المشاكل العالقة في الخارج وبالتالي كان الدافع أو كان السبب الرئيسي هناك أسباب رئيسية وهناك أسباب ثانوية الدافع منها وراء هذه المبادرة هو الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد حميد في رأيك هل تتحمل معارضة جدء من الأزمة هذا الشتات هذا عدم وجود خطاب منسجم داعم لقضايا الحقوق والحرية تشوف أن هناك قضايا كثيرة قضية حرية الإعلام قضية سجناء الرأي يعني صوت الأحزاب السياسية فيها موجود ولكنه خافت وضعيف ولا يظهر بالشكل الذي يوازي حدة هذه المواضع وكبر هذه المواضع منظر أن محمد الأحزاب المعارضة تغيرت يعني القطبة المعارضة بقية كما هو عندك مجموعة من الأحزاب معروفة بمعارضتها للخط أو للناج السلطة الشي الذي تغير هو المناخ العام التشدد الأمني السجن النشطاء ترهيب عندما تشوف رئيس حزب مثل فتحي غراس يسجن هذا مؤشي سلبي جدا لبقية المعارضة يعني عندما يصبح سجن هو سلاح بيد السلطة يعني ما بقاش عمل سياسي سواء عند المعارضة وحتى عند الموالات نشفنا الموالات أيضا ضعفة خطابها المعارضة لا يمكن أن تنتعش أو أن تؤدي دورها في مناخ من الغلق السياسي والإعلامي أنت شحن عندك ما شفتش قيادي معارض في بلاطو تحقنا تليفزينها شحن عندك ما جلستش فيه في قناة يعني حتى في صحف يعني هناك تضييق عام بحيث نشر مناخ من الخوف يدفع إلى الاستقانة يعني إلى الاستقالة كثير من المعارضين يعني استقالوا من العمل السياسي بحيث أنه لا توجد ظروف مشجعة إذن من مصلحة أنا رأيي في تقديري من مصلحة الرئيس تبون أن يتجه إلى تهدئة إلى نوع من التطبيع إلى رفع هذه القيود الأمنية والسياسية على العمل السياسي وعلى الإعلام حتى يكون هناك خطاب وخطاب معارض في النهاية كين سلطة وكين معارضة وكين انتخابات كما يحصل في جميع البلدان الديمقراطية ننتظر الموعد الانتخابي ونخلو الشعب هو إما يثبت السلطة الحالية وإما يختار حزب آخر أو لون سياسي آخر سي ناصر أنتم كحزب سياسي كانت عندكم مبادرة شهيرة مبادرة التوافق الوطني وكان من بين خطوطها العريضة أن نذهب إلى حكومة وحدة وطنية هل في رأيكم اليوم الوقت أو الظرف يتطلب حكومة وحدة وطنية تضم طيف كبير من المكونات المجتمع الحزبي والمدني؟ شوف في ظل طبيعة النظام الدستوري للدولة الجزائرية الحالي وفي الصلاحيات الدستورية للسلطات التي يتكون منها النظام السياسي في الجزائر المسئولية السياسية الأولى ستقع على عاتق رئيس الجمهورية وليس على عاتق الحكومة أو الوزراء أو ما إلى ذلك ولذلك الإرادة السياسية العليا للنظام الرئاسي لرأس النظام الرئاسي في الجزائر هو من يتحمل المسئولية في تقديري إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية للرئاسة أو للرئيس برؤية اقتصادية حقيقية برؤية سياسية حقيقية فإن أي حكومة مهما كانت موسعة حكومة وحدة وطنية حكومة سياسية حكومة تكنقراطية حكومة هاجينة سميها مشئت سنبقى نستهلك في الحكومات وفي الوزراء دون أن يكون هناك أثر إيجابي لهذه الحكومة في الآداء انتعها سيد مونير نأخذ منك كلمة بالخصوص فرص نجاح المبادرة في رأيك في حال أنا أعتقد أن هذه المبادرة تحمل كثير من نوايا الصادقة وتحمل كثير من المسائل الجد الإيجابية لأن النظام سياسي الجزيرة قد نجح في هكذا المبادرة الصادقة شكرا لك سيد مونير شكرا لك سيد ناصر حميد أشكرك شكرا جزيلا على المرافقة في إدارة هذا النقاش مشاهدين كرام نضرب لكم موعدا في لقاء آخر بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة